مشاهدين ومعنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الاستراتيجي وخبير الجماعات المتشددة سيد فاضل مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن لماذا يجلب قلول داعش الدمار أين ما حلوه الدمار للإنسان قتل الإنسان غسل أدمغة من هم تحت رحمتهم وإذلالهم أيضا الأرض والبنى التحتية والآثار لم تسلم من دمارهم نعم روناك تحية طيبة لك سيد روناك والمشاهدين قناتكم الكريمة يعني تنظيم داعش هو تنظيم راديكالي هو تنظيم يعتمد بأسلوب السلفية الجهادية ويعتمد أسلوب الصدمة والترويع وإثارة الذعر وإثارة الفوضى والقتل بطرق متنوعة حيث أنه ابتدع طرق الإغراق والقتل والحرق والذبح والخنق والتفجير والضرب بصواريخ مبوبية على مسافة محددة وهو يعتمد هذا الإسلوب لإخافة يعني مناوئيه لإخافة أعداءه لذلك هذا التنظيم الراديكالي أيضا يعتمد إسلوب البرينووش ويعتمد إسلوب استقطاب الصبية والأطفال وفضلا عن ذلك ويعتمد إسلوب الذين يشكون من خوار فكري وتصحر معرفي لذلك هذا التنظيم السلف الجهادي هو تنظيم شعبوي وتنظيم متخصص في استقطاب الذين لديهم مشاكل إما عاطفية وإما ثقافية وإما معرفية لذلك هو دائما يستقطب الجهلة يعني تنظيم داعش اعتمد على أسلوب القواطع بعد أن اعتمد الأسلوب الولايات يعني لذلك بعد المضافة هناك سلمت الغنائم وبعد سلمت الغنائم سلمت الفيء وبعد الفيء سلمت السبايا لذلك هم يتشعبون هم يستقطبون ويستلون ويستنبطون الإسلام السياسي المتشدد الذي اعتمد من الجاهلية الأولى إلى الجاهلية الثانية وحتى ما بعد صدر الإسلام هم يعتمدون أسلوب الغزوات الإسلامية الأولى الأسلوب المتشدد في ذلك لذلك حقيقة هذا التنظيم لم ينجح لم يفلح كثيرا في جذوره واستقطاب أكثر من أعداده لذلك شهدنا مضافات أكثر من 450 مضافة فقط تم اكتشافها في الجانب الأيمن أكثر من 1200 انتحاري تم قتله في الساحل الأيسر يعني في الجانب الأيمن للموصل يعني فقط في مدينة في مدينة الخالدية أحد ضواحي الأنبار تم قتل أكثر من 40 أو إلى 50 انتحاري وفيها كانت مضافة تناهز عن أكثر من 600 متر فيها مولدات فيها سبالة تبريد فيها أدوات تكييف فيها أدوات صلاة ألعاب رياضية هم يكيفوا حالتهم تكييف إلى قياداتهم العليا لكنهم يقوموا برمي جنودهم مقاتليهم مرتزقتهم عند الحدود عند الجبهات عند المواجهة وهذا ما يعطيهم زخم البقاء قياداتهم دائما هي قيادات نرجسية بينما الصبية منهم الصغار منهم المغرر بهم هم دائما بالمقدمة لذلك مثلا خذي خلية الصقور الاستخبارية استطاعت من أن تقضي على هذا التنظيم بإسلوب أيدالوجي بإسلوب فكري بإسلوب أقادي نعم عزيز تيرونك أستاذ فاضل الذين ينضمون إلى داعش والجماعات المتطرفة كم يظهر ذلك عدوانية شخصيتهم بالإضافة إلى ما ذكرت حضرتك أنه خوار فكري تصحر فكري مشاكل ثقافية هذا النهج الذي يتبع داعش من عدوانية من خرق لحقوق الإنسان كم هو مؤشر على عدوانية من ينضم إليه يعني سيدة رونك الذين انتحقوا بركب داعش عدة صنوف منهم السلفيون ومنهم النقشبنديون طبعا النقشبنديون هم بطن من بطول الصوفية والصوفية برمتها لا تؤمن بالقتال إنما تؤمن بالحوار لكن خلاء هذا الصنف وصنف النقشبنديين هؤلاء هم حقيقة متشددون متطرفون يميلون إلى العنف في استدرال العواطف وهناك منهم من البعثين أيضا من البعثين من التحق بركبهم وهناك منهم من التحق من ضمن الأجهزة الأمنية السابقة للحقبة ما قبل 2003 بمعنى أنهم من الجهاز المخابرات العراق السابق جهاز الأمن العراق السابق حرس الجمهوري الخاص وكذلك الأجهزة الأمنية المنحلة التي التحقت بركبهم وكذلك المطلوبون أيضا للقوات العراقية الأمنية حتى ما غير المطلوبون من الخمسة وخمسين الذين عرفت الولايات المتحدة على أنهم هم المطلوبون هؤلاء التحقوا بهذا الركب إما نتيجة الخوف وإما نتيجة المطاردة وإما نتيجة المطلوبية وهناك صنف لا هذا صنف عقائدي التي وصلت تدرجة على قراءة الكتب لذلك كتب أبو محمد المقدسي كان يقرأها المقتول الزرقاوي في هيرات فضلا عن ذلك هناك أبو محمد المقدسي وهناك أبو قتادة وهناك أبو حمزة الفلسطيني وهناك أبو حمزة نعم نعم سيدتي أستاذ فاضل هذا الدمار الذي ينشره داعش أينما حل إلى أي حد أسهم في تراجع المنضمين إليه في الآوينة الأخيرة كون أن الصورة واضحة للجميع الآن يعني سيدة روناك يعني الآن منذ منذ إعلان الانتهاء العميات العسكية الذي أعلنه القادة العامة قوات المسلحة توقفت كل عمليات الانتماء لكن بقت ارتداداتها بقت ذيولة بمعنى أن هذا التنظيم لديه ضباع متنقلة لديه مجاميع متوارية لديه أفراد يعني متربصة هذه تنتظر لحظة الضعف لحظة وهن لحظة الثغرة هي هذا التنظيم بأفراده بدأ متربصا وهو يتثغر من أي ثغرة يجد فيها مناسبة أن يلج لذلك هو حين يجد مناسبة لأن يفتح مظافة هنا يقوم بافتتاحها لكن هناك ستكون الأجزة الاستخبارية العراقية جاهزة لذلك يعني في غضون أربعة تشرخلت إلى الآن هناك أكثر من يعني 25 محاولة إنشاء مظافة في أطراف ضغدال تم كبح جماحة وتم إحباطها من قبل الأجزة الاستخبارية العراقية لذلك نرى التنظيم في حالة ديمومة سنتر فيوج عملية طرد مركزي تكون لقياداته خارج العراق لذلك هذا ما يفسر تواري الهارب أبي بكر البغدادي في أماكن متاخمة للحدود العراقية من جهة السورية ومن جهة القيروان ومن جهة الحضر التي تبعد أقل من 125 كم على الحدود العراقية السورية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا عبر الأقمار الصناعية فاضل أبو رغيف الخبير الاستراتيجي وخبير الجماعات المتشددة